اعقد مجلس الشورى جلسته الثالثة صباح اليوم برئاسة معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس مجلس الشورى ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتقرير الحساب الختامي الاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ميلادية بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية الأوضاع الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين عادت لتفرض نفسها من جديد بقوة في جلسات مجلس الشورى فعلى الرغم من أن الحكومة الموقرة لم تحل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2016-2017 إلى سلطة تشريعية بعد إلا أن هاجس تجنب الأزمات الاقتصادية بدأ يلوح في الأفق يجب أن لا نعتاد أن بعد ما نكتهج الطريق الدستوري في التوافق على برنامج عمل حكومة ومعرفة ما هو حجم الميزانية المقررة وكيف سننفقها في كافة القطاعات الدولة ونعلم سلفا أنه لن تكون هناك زيادات في رواتب الموظفين لا يجوز حتى في ممارسة العمل البرلماني أن نستصدر لاحقا موضوع أو التحدث عن زيادات وكأن أحد قرفتي السلطة التشريعية قد أعطت والقرفة الأخرى قد منعت مجلس الشورى ناقش خلال جلسته الثالثة بشكل مستفيد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2014 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014 كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياط الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2014 بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية والإدارية وضحنا بعض النغاطة متعلقة بتنفيذ المشاريع أن هناك تحسن كبير في هذا الجانب أيضاً هناك بعض التساؤلات تخص الوضع الاقتصادي اليوم وهو مختلف عن ما كان عليه في 2014 وأيضاً شرحنا بعض الأمور ووضحناها بالتفصيل مهم جداً أن يكون هناك مشاورات في كثير من النواحي الاقتصادية التفصيلية طبعاً نرجع إلى حسابات ختامية التي كانت في 2014 وطبعاً اليوم نتكلم عن وصولنا لنهاية 2016 هناك كثير من الأمور التي يضطرنا أن نتطرق لها من خلال مناقشاتنا للموضعين بحيث أن ما نمر فيه حالياً من واقع يعني أثر على الملاحظات التي تتبعاً عن إثيرة اليوم في الجلسة على سطح أن يكون عندنا موجود نوع من التحفظ والتوجه الصحيح بالنسبة إلى الميزانية القادمة التي سنتكلم عنها أن نتوقع إن شاء الله في خلال الأشهر ستكون عندنا موجودة جلسة الشوريين الثالثة لم تقتصر على الموضوعات الاقتصادية والمالية فقد مرر المجلس أيضاً مشروع قانون وقاية المجتمع من مرض الإيدز ومشروع قانون حماية حقوق المصابين بالمرض هو قانون يحمي حقوق المتعايشين مع الإيدز وفي نفس الوقت هناك بعض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمنع انتشار هذا الفيروس في المجتمع هو قانون يتكون من حوالي 25 مالت واليوم تم الموافقة عليه وإقراره بتعديلات التي أجرها مجلس النواب الموقر لحماية المتعايشين وحقوقهم في المجتمع كما تم إختار المجلس بخمس رسائل واردة تتضمن المراسيم بقوانين بشأن الكشف عن الذمة المالية وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وشركات الخلايا المحمية والمرسوم بقانون بشأن العهد سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين